سهل فل حبيبي الأبطال مستر هيني منسي معاكو وفي حلقة جديدة من giving advice اعطاء نصيحة وازاي ادي نصيحة ونستخدم ايه طبعا ياما تدي نصيحة ياما تمنع عن حد انه هو يعمل حاجة سلبية النصيحة عموما او بداية ياما positive يعني ايجابية انت بتنصح بحاجة ايجابية انه هو يعملها واما negative حاجة سلبية انه هي ما تتعملش تمام الاول انا لو انصح في present في المدارع عايز اقولك ينبغي انك انت تعمل كذا فبستخدم you should subject الاول فاعل الاول وبعد كده you should زي مثلا you should help the poor ينبغي انه تساعد الفقراء لو انا بنصحك انك انت متعملش حاجة سلبية you shouldn't لازم subject الاول you shouldn't waste time ينبغي انك انت متضيعش وقت لو انا الجمل دي عايز اعملها في passive يعني مبني للمجهول طبعا هبدأ بالobject زي ما اخدنا في ال passive قبل كده ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده في ال passive هبدأ بالobject اللي هو the poor the poor should be يعني الموديلز لازم يجيب بعد منها infinitive فانا هجيب verbo to be في ال infinitive اللي هو بي يبقى the poor should be helping ينبغي الفقراء ينبغي ان يساعدوا طب لو انا بتكلم على negative اللي هي بتاعة time فببدأ بالobject time shouldn't be wasted ينبغي ان لا يهضر او ينبغي ان لا يضيع عفوا بالنسبة للpost ودي بتدل على الندم او اللوم شوية يعني حاجة عملت مكانش المفروض تتعمل او حاجة متعملتش كان المفروض تعملها بصوا معي يا شباب في الpost هيبقى subject وبعديها subject وبعديها should have past participle طب وفي ال negative سلبية ايوا برافو سمعت subject shouldn't have plus past participle تمام طب لو عندي مثال مثلا you should حد ده ما عملش الواجب you should have done your homework yesterday كان يجب عليك ان تعمل واجبة كمتا امبارح ده الواقع وللأسف الواقع بتاع الجملة دي you didn't do your homework yesterday فانا بلومك انك انت ما عملتش كان ينبغي عليك انك انت تعمله فبستخدم should have past participle طب لو ال negative السلبي shouldn't have past participle لو عندي you shouldn't have called me at 1 am yesterday حد تصل بيا ساعة وحدة الفجر او وحدة الصبح وما كانش المفروض يعمل كده كان لا ينبغي ان تتصل الساعة واحدة الواقع بتاع الجملة دي طبعا اللي هي you called me at 1 yesterday عشان كده في ال past بعد should وبعد shouldn't have plus past participle حاجة تانية حبيبي ايه هي او ايه هي الاستخدامات او ايه هي الحاجات اللي انا بستخدمها بدل should should وانا في الناحة التانية التفانعي shouldn't plus infinitive لما اقول مثلا you should study hard او you should eat healthy food او you should help the poor او you should obey your parents تساعد والدي لو you shouldn't بنقول مثلا you shouldn't waste your time you shouldn't smoke you shouldn't play in the street and so on طبي البدائل بتاع should وطبعا هناخد البدائل بتاع shouldn't البدائل بتاع should out to out to اي حاجة من الدول من الحاجات الايجابية it's better to it's desirable to it's advisable to i advise you to i advise you to i advise you to it's a good idea to you had better ابصرف دي دي اختصار هات لكن اللي تحت اختصار would اللي هي you would be better to لكن هات better من غير to خلي بالك من النقطة دي my advice to you is to نصحتي لك هي ان the best thing to do is to افضل حاجة انك انت تعملها is to if i were you i would او i'd لو كنت مكانك كنت هعمل كده i would او it would be better if بس see it would be better if كل اللي فات ده ييجي بعد منه infernative مع ده الاخيرة دي اللي هي it would be better if ييجي بعد منها past sample جملة في الماضي البسيط لان دي اف الحالة التانية نيجي بقى كل دول كل دول الايجابي ده كل ده عايزة استخدمه يعني مثلا لو انا قلت you should study hard هي هي اي حاجة من دول ومعها study hard بنفس المعنى طيب لو قلت it's better to eat healthy food ده معنى it's desirable مرغوب فيه او من المستحسن او من محبب to eat healthy food تمام كده طيب الجزء بقى بتاع النيجيتف النافي كل دول حبيبي كل دول اللي فيهم to حطوهم هنا هم هم بالزبط وابلي منهم not to not to not to not to and let يعني مثلا I advise you to obey your parents هنصحك بحاجة تانية سلبية انك ما تعملهاش فبقولك I advise you not to and let play in the street مثلا تلعب في الشارع تمام طيب في حاجة يجي بعد منها not على طول اللي هي you had better يجي النافي بتاعها you had better not النفي بتاعها الأخيرة زي ما قلتلكم شوية it would be better if it would be better if دايما بس الشارع بتاعتي T الناس اللي عارفيني عارفين معايا ومتعودين على كده حتى في الفصل ماليش it would be better if يجي بعد منها but simple الناجتف بتاعها حبيبي يبقى it wouldn't be better if ويجي بعديها but simple لكن البي كله يجي بعد منه infinitive بالشكل ده تمام يبكده احنا اخدنا giving advice وكل البدائل بتاعت should and shouldn't وفي الباست وفي الباسف كمان والبدائل بتاعتها حبيبي بالتوفيق good luck ربنا معاكوا bye bye شاش تعملوا like وتعملوا subscribe اسو على الجرس اني وصلوكم كل جديد good luck